السيدات والسادة شكل سقوط الموصل بيض تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام بعد نحو عام على إعلان تأسيس التنظيم في العاشر من نيسان عام 2013 هزة كبيرة في عموم المنطقة كما شكل انهيار نحو ثلاث فرق من الجيش العراقي في محافظة نينوى صدمة أكبر للولايات المتحدة خاصة بعد أن غنم التنظيم كميات كبيرة من الأسلحة الأمريكية بما فيها دبابات أبرامز وعربات الهام فيه التي تعتبر فخر الصناعة الأمريكية كما تردد أخيراً وقوع صواريخ استينجر المضادة للطائرات والمحمودة على الكتف بيد التنظيم وقد ساعدت هذه الأسلحة في تمكين تنظيم من السيطرة على مساحات واسعة في غرب العراق وشرق وشمال شرق سوريا تعادل في مجموعها ثلث مساحة البلدين تخللها الإعلان عن إنشاء دولة الخلافة وإلغاء الحدود السياسية بين البلدين ونظراً لأهمية هذه التطورات التي ترتب عليها استنفار إقليمي ودولي للتصدي لصعود تنظيم الدولة بما فيها قيام واشنطن بتشكيل تحالف دولي للتصدي لخطره على مصاطحها ومصالح حلفائها ونظراً للأثر الكبير الذي تركه صعود التنظيم على مجمل العلاقات الأقليمية والدولية يأتي هذا المؤتمر الذي يعقده المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات تحت عنوان من ثورات الشعوب إلى ساحة للتنافس الإقليمي والدولي المنطقة العربية بين صعود تنظيم الدولة والإنخراط الأمريكي المتجدد في هذه الفعالية نحاول أو الأحرى محاولة لرز هذه التحولات بما في ذلك تأثير عودة الولايات المتحدة إلى تدخل العسكري المباشرة في المنطقة ومحاولة أيضاً لرز كيفية تبدل المواقف مختلف الأطراف الفاعلة في المنطقة واستشراف للتحالفات الممكنة بين مختلف هذه الأطراف وانعكاسات ذلك على بنية النظامين الأقليمي والدولي ويأتي هذا المؤتمر أيضاً في إطار متابعة المركز المستمرة للتطورات الأقليمية والدولية وانعكاساتها حيث كان عقد أكثر من ندوة ومؤتمر خلال العام المنصر بما في ذلك ندوة حول الاتفاق النووي المرحل بين إيران والدول الست الكبرى والأزمة الأوكرانية وانعكاساتها على المنطقة العربية وفي الصيف الفائت كان مؤتمر العرب والولايات المتحدة نستهل هذا المؤتمر بكلمة افتتاحية للدكتور عزمي بشارة مدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات الذي اقترح فكرة هذا المؤتمر ودعوة كوكبة من الخبراء والأكاديميين العرب وغير العرب للتدارس بشأنه وشأن انعكاساته على المنطقة العربية وقضاياها المختلفة أدعوه مشكورا للحدود شكرا جزيلا صباح الخير الجميع السلام عليكم طبعا تعرفون ان هذا العقاد هذه النخبة لكوكبة من الباحثين تمت بشكل سريع ولذلك لم نحضر اوراق بحثية بحسب تقاليد المركز الحقيقية ونعتبر الجلسة هي جلسة عصف ذهني وتفكير ومشترك نأمل ان يخرج بوثيقة موسعة نوع من الكراس تحليل السياسات لما يجري في المنطقة ولذلك نحن نقوم بتسجيل المداولات لتنخيصها لاحقا في تقرير نرفع طبعا لمن يهمه الأمر سواء مواطنين أو صنع قرار أو مثقفين أو غير أنا استهل الحقيقة في مقدمة مختصرة أركز فيها على أن هذا أن ما نشهده الآن في المنطقة من عودة التحالفات الدولية والتدخل الدولي من جهة وعودة إشكالية الإرهاب من جهة أخرى لتشغلنا بعد انقطاع دامع عامين تقريبا 2011 و2012 خرجت هذه الأمور من التداول تقريبا لأثبت أن الثورات العربية هي نقيد التدخل الأجنبي والإرهاب وأن إفشالها هو الذي أعاد التدخل الأجنبي والإرهاب على عكس ما تروج في أوساط الثورة المضادة على هذا سأحاول التركيز طبعا نحاول الآن أن ندخل في تحليل ظاهرة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام هذا موضوع طويل هناك جلسات تخصص وقد أكون رأيي في هذا الموضوع أيضا في حينه ولكن نحن الآن نعمل على دراسة مشتركة سيصدرها المركز حول تاريخ هذا التنظيم وبنية وممارساته وأعتقد أنها ستصدر قبل نهاية العام أعلنت الثورة العربية كحدث تاريخي حضور الشعوب العربية فعبرها تحول الشعب من لفظ وشعار ورمز واستعارة إلى جماعات فاعلة عينية من الأفراد يصنعون شعبا بفعلهم السياسي لقد صدم دخول الناس الفضاء العمومي عديدا ممن كانوا يتزينون بالشعب لفظا أو شعارا فوقفوا ضده حين تحول إلى كائن عيني حقيقي فاعل في السياسة يهمنا هنا أن حركة الشعب هذه من أجل الحرية والكرامة وضد الظلم ولسيما ضد قمع المواطن كإنسان بواسطة أذرع الأمن الموجهة ضده وليست موجهة لحمايته والفساد كرمز لمعيقات العدادة الاجتماعية والتنمية هذه الحركة حركة الشعب هي صرح وطني أصيل وقد شكلت نقيضا لظاهرتين شغلتان منطقة العربية وهما أولا التدخل العسكري الأجنبي الانتقائي والذي غالبا ما موه مصالحه الاستراتيجية والسياسية بشعارات الديمقراطية وبناء الأمة ولكنه لم يجلب ديمقراطية في أي مكان كما علمتنا تجربة العراق وثانيا ظاهرة الإرهاب ولا سيما الذي تلسق به صفة الإسلام ويتخذها بدوره لقبا فالأخير أي ما يسمى الإرهاب لاذ بالصمت منذ عام وأكثر مدة عام وأكثر وكأن حركة الجماهير السلمية للتغيير السياسي والاجتماعي السلمي أدهشته وأيضا ففي حينه سحرت الثورات العربية بسلميتها وعفويتها وألوانها العالم أجمع رغم التضحيات والشهدات تذكرون عام 2011 و2012 أنه حتى الحركات الإرهابية بالمعنى التقليدي التي راكمت تجربة منذ نهاية التسعينات مرورا بالاحتلال الحرب أفغانستان واحتلال العراق صمت طيلة عام 2011 وحتى نهاية عام 2012 عمليا كان هناك اندهاش دولي شمل ظاهرة الإرهاب من التحرك السلمي الأصيل للشعوب العربية لإحداث التغيير الاجتماعي والسياسي بالتحرك السلمي جاءت الثورات العربية من دون تصور حزب سياسي لطبيعة المرحلة القادمة كما أنها لم تستغل لإمساك طليعة سياسية منظمة بمفاصل الحكم لتكسر النظام القديم وتفرض غيره كما في حالتي الثورة البلشفية والثورة الإيرانية التي استبدلتان نظاما سلطويا بآخر شمولي ولا هي أقصد لا الثورات العربية نجحت في تحقيق هدفها بإقامة نظام ديمقراطي لا أوصلت حزب شمولي إلى السلطة ولا نجحت في إقامة نظام ديمقراطي فقد ذهبت للانتخابات مباشرة وربما أبكر مما ينبغي وذلك في ظل هيمنة جهاز الدولة القديم وفي ظل صراع بين قوى دينية وعلمانية في غياب حياة حزبية ديمقراطية وغياب تقاليدها أيضا يصعب حصر الأسباب التي أفشلت الرهان على أرقى وأنبى الحراك سياسي عربي في القرن الأخير أنا أعتبر 2011 هي أرقى تحرك سياسي الأمة العربية منذ مئة عام وأقصد هذه الموجة من التغيير الثوري السلمي التي اجتاحت الوطن العربي منذ عام 2011 والتي حملت أمل أجيال كثيرا ومن الواضح أن جهاز الدولة العسكري والبيروقراطي مدعوما برجال الأعمال الذين تحولوا أيضا للرجال الإعلام مش بس رجال الأعمال باستثمارهم في الإعلام تحديدا في مصر انقلب عليها في مصر مستخدما للعنف المفرط ومستغلا للارتباك الشعبي من سلوك القوى التي شاركت في ثورة 25 يناير والأحزاب التي حيدت شباب الثورة بصراعاتها ومستفيدا أي النظام القديم من عدم قدرتها على المشاركة في صياغة مستقبل البلاد والتوافق على مبادئ دستورية وعجزها عن تداول السلطة بالانتخاب لقد استغل جهاز دولة الاستبداد خوف الناس من الفوضى لكي يضرب مشروع التحول الديمقراطي كان وعد الديمقراطية الذي حملته الثورات فرصة الدولة العربية الوحيدة للتحرر من حالة السلطان من جهة والرعية من جهة أخرى أي التحول إلى دولة فعلا كتعبير عن شعب فاعل في السياسة أو في الفضاء العمومي وحكومة شرعية كانت هذه فرصة الكيانات السياسية العربية أن تصبح دولا أنا فقط لا أرى تناقض بين الثورة والدولة أنا أعتقد الثورات العربية بصيغتها 2011-2012 كانت فرصة لصناعة دول عربية بمعنى دول كونكريت عينية ليست مجرد سلطة مجرد ورعية أما دول تمثل حق تقرير المصير لشعوب بأرقى أشكاله وهو الديمقراطية ويجب أن يعترف النظام المصري بفضل النظامين السوري والليبي من قبله بتغيير المصار بواسطة تجرؤهما على استخدام كم غير مسبوك من العنف في مواجهة الشعب هو أشبه بذلك العنف المستخدم ضد عدو في حرب وحشية يجري فيها تجاوز قواعد وضوابط الحروب وقوانينها ولا سيما تلك المتعلقة بجرائم الحرب والإبادة الجماعية حتى لو كان الثمن التضحية بالدولة والمجتمع على مذبح السلطة لا يمكن فصل الارتداد الذي حصل عام 2011 و2012 عن درجة العنف التي استخدمها النظامين السوري والليبي في قمع التحركات الشعبية شكلوا سوابق تاريخية في كم العنف المستخدم ضد تحرك شعبي مدني حتى لم يجرؤ شاه إيران على استخدامه ضد ثورة الشعب الإيراني في القرن الماضي كم العنف الذي استخدمه من قبل نظام سياسي ضد شعبه في تحرك سلمي في ليبيا وسوريا غير مسبوك في التاريخ الإنساني برأيي هذا باعتقادي يرجع له الفضل بين قسين في إحداث ثورة مضادة في دول عديدة أخرى تجرأت على استخدام العنف مستغلة الخوف الذي نشأ في العالم العربي عموماً بعد التجربة الليبية والسورية من عنف حالة العنف التي أحدثتها الثورات في الواقع أحدثها الرد على الثورات والفوضى الناجمة عنه وقد تقود الفوضى إلى تفضيل الاستبداد بتحريرها من أي كوابح تحولت أجهزة الدولة الأمنية إلى عصابات وبما أن نظام الاستبداد مستند أصلاً إلى قواعد اجتماعية قبلية أو طائفية متحالفة مع مصالح طبقية مختلفة انقسم المجتمع واضطر الشعب إلى الدفاع عن نفسه وبما أنه لم يراكب تجربة حركات سياسية عسكرية تخوض المكفاح المسلح كما في نيكراكوا أو السلبادور أو غيرها نشأ خطر تحول مبادراته المحلية للدفاع عن الذات إلى فوضى ميليشياوية يصعب توحيدها في جيش تحرير وطني بدأ هذا كله في سوريا وليبيا وهنا أيضاً فتح المجال من جديد لخطري التدخلات الأجنبية والإرهاب الذين عاداً يشغلان شعوب المنطقة ودولها أعتقد هنا فتح المجال لعودة الخيارين التي اعتقدنا أن الثورات العربية غيبت هما وهما خيار التدخل الأجنبي من جهة والإرهاب من جهة أخرى لم تغيب المحاور الدولية تماماً بالأصل فقد لعبت إيران وروسيا دوراً في تشجيع النظام السوري على الصمود في وجه المطالب الشعبية واستخدام العنف بشكل لم يجرؤ عليه زين العابدين بن علي وحسن مبارك وأنا أعتقد حتى شاه إيران في فيها وقد تدخلت قوى غربية وخليجية مباشرة في ليبيا على شكل حضر جوي وضربات جوية ضد قوات القذافي ولم يتبع ذلك تدخل برن أما في سوريا فاقتصر الدعم على تسليح غير منتظم للمعارضة من قبل بعض دول الخليج ودعم إنساني غربي ظل متواضعاً وعاجزاً عن التعامل مع حجم الكارثة التي قاد إليها تحول النظام السوري إلى شن حرب تدمير واسع وتهجير وإبادة وكان الخوف الغربي على استقرار الحدود مع إسرائيل والخوف من الإرهاب الإسلامي الطابع من عوامل امتناع الغرب عن اندعم الثورة السورية في حين حظي النظام السوري بدعم غير محدود من روسيا وإيران وشمل الدعم تدخلاً ميليشيوياً عسكرياً مباشراً ضا طابع طائفي سافر من العراق ولبنان ولم يرغب الغرب في دخول صدام مع هذا المحور بدون أن يضمن النتائج وشكل النظام القائم في سوريا الذي سيقوم في سوريا بعد الثورة لم يكن هناك أي ضمان لشكل هذا النظام فذهبت إيران بعيداً في استغلال التعددية الطائفية العربية للنفوذ السياسي والأمني وإذا أصبح الآن عملياً استراتيجية كاملة وفي تنظيم الميليشيات الطائفية المسلحة وفرضها على الدول العربية ولا سيما الدول العربية الضعيفة التي تضعف فيها الدولة المركزية بقيت طابع الشعبي للثورة السورية قائماً ولكنها أصبحت ثورة مسلحة ثم تحولت لاحقاً للأسف إلى حرب أهلية برأيي أيضاً فبسبب طبيعة النظام الاستثنائية لناحية القمع والفساد وعدم القابلية للإصلاح ظلت الثورة وجهة آلاف الشباب الذي انتقل من المظاهرات السلمية إلى أشكال أخرى من المشاركة ولكن بسبب الطابع غير المنظم وغير الخاضع لبنى وطنية سياسية عسكرية للثورة وانتشار تبني الخطاب الإسلامي الشعبوي من قبل المجموعات المسلحة المحلية الطابع طبعاً نشأت سهولة طمس الفرق بينها وبين القوى الإسلامية التي كانت فاعلة على الساحة بين العراق وسوريا بعد الاحتلال 2003 ثم في ظل النظام العراقي الجديد الذي اتخذ طابعاً طائفياً وتحالف مع إيران والولايات المتحدة في الوقت ذاته وهو سجل بذلك سابقاً في التاريخ فقدرته على التحالف مع إيران والولايات المتحدة في آن واحد والحفاظ على الطابع طائف لم تجمع الثورة السورية صلة بالقوى المسلحة التي نشأت في ظل الاحتلال الأمريكي هناك صلات شخصية في الخلفية السير الذاتية لمقاتلي الثورة السورية هناك حالات ارتبطت بتجارب العراق ولكن القوى نفسها التي نشأت في ظل الاحتلال الأمريكي لم يكن لها علاقة بالقوى السياسية العسكرية التي نشأت في الثورة السورية وقد كانت هي أي الثورة السورية والثورات العربية الأخرى نقيضاً لها ولمزاجها وستراتيجيتها أقصد نقيضاً للقوى المسلحة التي نشأت في العراق ومزاجها وستراتيجيتها وليس هذا طرحاً نظرياً عن فوارق لا ترى بالعين المجردة فقد وقعت اشتباكات حقيقية دامية طوال عام وقليل عام ونصف تقريباً بين التنظيم الذي يدعى دولة العراق والشام وفصائل المقاومة السورية ولم تسلم منه جبهة النصر المحسوبة على القاعدة وخلال ذلك العام تصرف النظام السوري وحلفائه بتساهل براغماتي كامل تجاه حركة التنظيم من العراق إلى سوريا وتمدده في سوريا ذاتها ما دام تمدده على حساب القوى المعارضة وفي المناطق التي تسيطر عليها حسراً وهو هذا التساهل لبراغماتي الواضح ما أثار اشتباه الشعب السوري وقواه السياسية أن التنظيم مدعوم من إيران طبعاً هذا كان كلام ولكن الاشتباه هو تأويل للظروف التي سادت في تلك المرحلة وليس أنا لا أؤمن بنظرية المؤامرة إلى هذه المرحلة لم تستمع أمريكا إلى نداءات استغاثة الشعب من قسف النظام ومقتل مئات ألاف المدنيين هذا أصبح معروف نتيجة لستراتيجية أوباما التي سيخصص لها أعتقد جلسات كاملة واستنتاجاته من تجربة جورج بوش وحرب العراق ولم تستمع الإدارة الأمريكية إلى الاستغاثة من ممارسات تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والسوريين هذا أهم هذا اللي كان مؤلي يجري الآن قرع الطبول عليه أنه سنة كاملة مارس تنظيم الدولة الإسلامية ممارسات شنيعة بحق العراقيين والسوريين وقصف وحاصر مدن بنفس النموذج الذي نراه الآن في كوباني وأعنف في حالة الرقة أعنف في حالة دير الزور أعنف مما يمارسه الآن في كوباني لم يلتفت أحد حين كانت ضحايا من أبناء الشعب السوري ولا أريد أن أحدد أكثر بالطائفة حين كانت الضحية يكفر لأنه لا يمشي على نمط دائس حصرت مدن وقصفت بنفس نمط ما نراه الآن في منطقة عين العرب مدينة كوباني على الحدود التركية ولم يلتفت الغرب أبدا لا أعتقد أنه حتى كان خبر احتلال الرقة بالطريقة هذه اللي كان سبقها قصف وذبح ومذابح لا أعتقد أنه أثار انتباه أحد من قبل دائس وأيضا احتلال أجزاء واسعة من دير الزور وكرة ومدن لا تحصى في منطقة حلب وإدلب لم يلتفت أحد إلى ذلك ومنها مدن أكبر بكثير حجما سكانيا من كوبانيا فمهما سمعنا وتضامنا مع معاناة مدن العراق والجزيرة السورية حاليا من مراسات التنظيم فإنها لا تقارن من حيث الحجم ولا القسوة بما قام فيه النظام السوري وميليشياته أيضا ولكن معاناة الشعوب من ممارسات النظام السوري والعراقي ومن إرهاب تنظيم الدولة نفسه تقزمت أمام فيديو إعدام أمريكيين وبريطاني فبعدها بدأت الولايات المتحدة تطلب من الجميع بما في ذلك الشعب السوري والعراقي التجند معها لمحاربة التنظيم قبل ذلك لم تحرك الولايات المتحدة ساكنا فضلا عن أن تحارب هي إلى جانب الشعب بين السوري والعراقي ضد التنظيم هي تطلب الآن من الجميع أن يقف معها ضد التنظيم وتذكر الجميع أن هذه معركتكم هي تذكر السوري والعراقيين هذه معركتكم أيضا لازم توقفوا معنا الآن ضد داعش لما كانت معركت فعلا لم يكن هذا حتى عنوان في وسائل الإعلام أنا تحدث حول الانطباعات الذهنية الثقافية والسياسية حاليا لما يجري في أعين الشعوب العربية ونحن نجري الآن استطلاعا للرأي العام في الدول العربية حول هذه المواضيع تحديدا كيف يرى العرب ما يجري الآن فأنا أعتقد الكثير في الغرب لا يفكرون بهذا الموضوع أن ما أقول الآن رأتوا الناس بعينيها أن حين كان يذبح التنظيم الداعش المسلمين بالسكين لم يثر تباه أحد وحين كان يقصف مدن ويحتلها لم يثر من ثمام أحد ومن هنا فإن التجند العالمي هذا سيثير نقاشا في بلادنا فلا شك أن التنظيم المقصود هو تنظيم خطير يشكل نقيضا للمدنية والعمران وحقوق الإنسان كما توصلت إليه الحالة العربية الحضارية الحديثة وثمت قناعة منتشر أن محاربة هذا التنظيم هي مصلحة عربية وإسلامية شاملة ولكن التركيز عليه فقط في سياق عمل ميليشيات طائفية في العراق وحرب إبادة يشنها النظام السوري على شعبه والمقتلة الجارية على كل بقعة من الأرض السورية هو ما يثير من جديد تساؤلات وحيرة المجتمعات العربية بل وأسئلة وجودية متعلقة بوجودها كمجتمعات ودول سبق أن حاربت تحالفات دولية تنظيم القاعدة في أفغانستان وفي ظل تلك الحرب يعني بعد هذه الحرب وفي ظلها نشأ تنظيم طالبان باكستان كما انتقل تنظيم القاعدة للعمل في مناطق التخوم في اليمن وعلى حدود دول الصحراء في شمال أفريقيا وفي الصومال والعراق يعني بعد هذه الحرب نشأت فروع لقاعدة لم تكن قائمة في السابق وانتشرت ظواهر لم تعرفها المنطقة العربية في السابق تشبه ظاهرة طالبان أكثر مما تشتروا ظاهرة القاعدة بمعنى تنظيمات تحاول إقامة كيانات سياسية القاعدة لم يحاول إقامة كيانات سياسية تنظيم القاعدة لم يحاول إقامة كيانات سياسية في أي مكان كان تنظيما بين قسين طبعا أمميا إسلاميا إرهابيا مقاتل يحاول تحشيد ضد عدو واحد هو الولايات المتحدة ولكن لم يكن في ذهنه إقامة دولة إسلامية في أي مكان لم يرى هذا وظيفته في حين تنظيم طالبان أقام كيان سياسي على أرض معينة ما نشر بعد حرب أفغانستان هو نمط تنظيم طالبان في بلادنا القاعدة نعرفها ولكن نمط تنظيم طالبان بدون الهوية الوطنية المحلية لطالبان لأن تنظيم طالبان له هوية وطنية محلية له أرض له شعب له تاريخ إنما مجاميع من مختلف الدول منقطعة عن صلاطها الحضارية والوطنية تجتمع سوية وتحاول فرض تنظيم دولة في مناطق ليست دولها يعني تنظيم ما حصل بعد حرب أفغانستان أن نشأت ظاهرة سنكتب عنها مطولا لاحقا تجمع أسوأ ما في القاعدة وأسوأ في طالبان سوية نحن ندرك كنها هذا التنظيم ونعرف مدى خطورة وهو يستعين بالمقاتلين الأجانب خارج أي كيان وطني ويستغل الفراغ الذي خلفته الدولة الوطنية في أزمة تعاملها مع فئات واسعة من شعبها المحافظات العربية السنية في العراق وثورة الشعب السوري وغيرها لفرض هيمنة على السكان تسميها هي دولة إسلامية ويستغل هذا التنظيم النقمة على طائفية الأنظمة المتحالفة مع إيران ليس فقط للتعبئة ضد الشيعة هذا تفعله طبعا بل أيضا لتحول النقمة الطائفية إلى ما يشبه الحرب الدينية هذه أيضا ظاهرة جديدة ما نشهده الآن ما تخوضه داعش الآن يشبه الحروب الدينية أكثر مما يشبه الحروب الطائفية يشبه الحروب الدينية بمعنى فرض هوية دينية تكفير إلى آخرية فرض نمط حياة أكثر مما يشبه الحروب الطائفية التي كانت تعرفها بطلقتنا سواء في العراق أو في لبنان في العراق طبعا مستجد 2006-2007 ولبنان تاريخيا بين التدخل الدولي من جهة والإرهاب من جهة أخرى تغيب في هذه المتاهة حركة الشعوب العربية وقضاياها وتطلعاتها من جديد والقضية هنا عميقة للغاية فقائمة المطالب الشعبية العربية المعنونة بالحرية والكرامة والتنمية والعدالة الاجتماعية بإصلاح الأنظمة أو بتغييرها فتضمن ما يعتبره العرب حلولا للبيئة السياسية الاجتماعية التي أنتجت الطائفية السياسية وأنتجت الإرهاب وأيضا أنتجت التبعية والتدخل الأجنبي وهذا بالضبط ما يجري تهميشه في هذه المرحلة لصالح انقسامات أخرى تبدو المداولات الجديدة الناتجة عن تهميش حركة الشعوب العربية 2011-2012 والعودة إلى مرحلة ما قبل الثورات أي التدخل الأجنبي والإرهاب هذه مرحلة ما قبل الثورات تبدو المداولات الجديدة في هذه المرحلة وكأنها مداولات جيوستراتيجية تحل محل النقاشات الداخلية حول العدالة والحرية والتنمية وتقزم تلك المداولات فمصالح الدول وحسابات الربح والخسارة تتكلم الآن من ناحية يجري الحديث عن دول أخرى غير الدول العربية وأدوارها ومصالحها إيران، تركيا، الولايات المتحدة، روسيا ويشهر الصمت عن الدولة العربية وسيادتها واستقلالها ومن ناحية أخرى تهمش الدولة داخليا بوصل التحالفات الدولية مباشرة مع قضايا مثل الأقليات الدينية والإثنية وصل التحالف الدولي الذي يخترق السيادة من الخارج بقضايا الأقليات الدينية والإثنية من الداخل كأنها قضايا قائمة بذاتها خارج حل قضايا الشعوب بمجملها في إطار العدالة والديمقراطية والتعددية السياسية والثقافية وغيرها ما يقود إلى التفكير بها وحلها خارج مفهوم الدولة وخارج إطار الدولة هذا ما يدور الآن الحديث عن الأكراد خارج إطار الدول الحديث عن غير المسلمين خارج إطار الدول حتى الحديث عن الشيعة والسونية كأنها قضايا قائمة بذاتها خارج حل قضايا العدالة الاجتماعية والتنمية والحرية والتعددية الثقافية والسياسية التي رفعتها ثورات الشعوب العربية عام 2011 و2012 وسبق أن مر العراق بمثل ذلك حين تعامل الاحتلال مع الطوائف والأقليات الإثنية خارج مفهوم الدولة وخارج الحلول الشاملة للشعب العراقي ككل ونتائج ذلك في العراق ماثلة أمامنا لكن لا أحد يتعلم الدروس لكن الدول العربية المتهمة أساسا بأثر ما يبثه تنظيم الدولة على رأيها العام في الغرب والانتخابات القادمة في بريطانيا وفرنسا وأمريكا وغيرها تفكر بهذا أولا ثم بمصالحها الاستراتيجية في المنطقة ثانيا وأخيرا بمصائر ودول شعوب المنطقة لا تبدو قادرة على تغيير هذا النهج ولا على طرح استراتيجية تحالفية مع الشعوب للتخلص من داعش ونظام الاستبداد الذي في ظله نشأ داعش وغيره ولهذا يبدو ما يجري في كوبان عين العرب اليوم منقطعا تماما عما يجري وجرى عما جرى ويجري في حمص ودرعة وحلب وغيرها لقد كانت الثورة الشعبية أو الإصلاح الديمقراطي لو كان خيار الإصلاح الديمقراطي قائما فرصة الدولة العربية الوحيدة وقمعها أي قمع هذا الخيار أو قمع هذا الخيار بالخيار العسكري الأمني قلب الدولة من جديد إلى ساحة مواجهة بين محاور دولي أقول قولي هذا وأستغفر الله والسلام عليكم ورحمة الله شكرا شكرا جزيلا أشكر الدكتور عزمي بشارة على هذه المحاضرة الافتتاحية التي أعادت التذكير بما يبدو أنه قد غاب عن أذهان الكثيرين من أن الإرهاب كان قد غاب تماما عن المشهد السياسي العربي أو في عموم المنطقة خلال العامين 2011-2012 خاصة في العام 2011 في ظروف الحراك السياسي السلمي في المنطقة وأنه عاد عمليا بسبب العنف المفرط الذي استخدم لقهر هذا الحراك طبعا هذا الخطاب ليس فيه شيء من التبرير أو الاعتدار إنما هو توصيف دقيق لواقع ما جرى خلال السنوات القليلة الماضية كما أن التدخل الخارجي غاب لأن الفعل التغيير عملية نبع من داخل المنطقة العربية هذه المرة وليس من خارجها كما حصل مع الغزو الأمريكي للعراق مرة أخرى أشكر الدكتور عزمي على هذه المحاضرة القيمة وأطلب من جميع الحضور الكرام البقاء في أماكنهم سوف نباشر الجلسة الافتتاحية فورا أدعو السادة المشاركين في الجلسة الافتتاحية فالح عبدالجبار برهان غليون والنور حمد إلى المنصة شكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة